السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بحضراتكم معكم محمد عبداللهدي من قناة مصر عندنا مثل في مصر بيقول إيه يعملها الصغار ويقع فيها الكبار لا اللي بحصل بقى في أزمة روسيا وأوكرانيا بيعملها الكبار وبيقع فيها وبيشيلها الصغيرين فلاد ميرزيلانيسكي رئيس أوكرانيا كان متصور نفسه أنه هو من الممكن أن يحقق انتصارات على الدب الروسي اللي وصلوا للقناعة دي الصفقات اللي كانت سرية في البداية ما بين أعضاء حلف شمال الأطلسي وفي المقدمة منهم الولايات المتحدة الأمريكية لما أغروا عم زيلانيسكي ابدأ أنت حارب بص هي فرقة كعب أسبوع بالزبط سوف تحقق الانتصارات الأخ زيلانيسكي مالوش في السياسة أول مرة يمارس العمل السياسي سيادته كان مجرد ممثل وممثل محترف بالمناسبة عمل مسلسل اسمه خادم الشعب بسبب المسلسل ده الشعب الأوكراني حبه جدا فلما تقدم للانتخابات الرئاسية فوجئ أنه هو فاز لما فاز عمل حزب باسم خادم الشعب يعني بنفس اسم المسلسل اللي كان سبب شهرته في التلفزيون عمل حزب بنفس الاسم ده اللي هو خادم الشعب تخيلوا حضراتكم يعني نفذ الدراما التلفزيونية على أرض الواقع فهو عايش بخياله عايش في ملكوته اتخدع من التحركات والوعود والتأكيدات اللي ألهاله قيادات الولايات المتحدة الأمريكية وقيادات حلف شمال الأطلسة عم زيلانسكي فانت هتكون في المقدمة احنا عاوزين نخلص على روسيا وعاوزين نخلص على الصين خبطة واحدة فانت اللي هتكون في المقدمة هندعمك بشكل كويس جدا ثم نخلص من الاتنين ثم نضمك للاتحاد الأوروبا وللناتو ويبقى كده الدنيا متفل وعشرة وكده جبرت الرجل تصور أن الكلام ده بصحيح لأنه هو ما يعرفش المفارقات ما يعرفش المؤامات ما يعرفش التناقضات ما يعرفش القوة بتاعت روسيا على المستوى العسكري والنووي والسياسي والاقتصادي والمؤامات الدولية ولا الكلام ده كله هو أساسا رجل في البطيخ هو مش في عز الحرب بتاعت روسيا وأوكرانيا كان سكران لدرجة أنه هو عمل فيديو سيلفي وقعد يهلفط فيه في الكلام في عز مكان الدك شغال دماغه في البيضاي نهائيا النتيجة اتلاقى نفسه في حيس بيس النتيجة اتلاقى نفسه بمفرده النتيجة وصل إلى درجة أن زعماء ألمانيا وفرنسا وإيطاليا راحوله حتى بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا راحوله عشان يعقده معاه صفقة الراجل فضل ينضغط عليه فتصور نفسه أنه هو قوي صرح النهاردة تصريحات كشف فيها أسرار هذه الصفقة جدد التأكيد على أن بلاده لن تتوانى في الدفاع عن كل أراضي أوكرانيا ده اللي قاله على الرغم من أن راسيا خلاص سيطرت على جزء كبير جدا من الأراضي الأوكرانية ثم أعلن دققوا النظر في التصريح ده أعلن عن رفض التنازل عن أي جزء من أوكرانيا وبالذات المنطقة الجنوبية اللي عند شبه جزيرة القرم ومن داخل اليمين مفيش سلامه عليكم على الرأي في المعادة الإمام لما الراجل كان متضايق منه فقال له ومن داخل اليمين مفيش سلامه عليكم الراجل هلفت في التصريحات النهاردة كاشفاً استطار عن أبعاد الصفقة التي تمت أنا مش متنازل ولن أتنحنح على الرأي يا كاركر إيه عم الحاج في إيه مين اللي قالك إنك أنت تتنازل بيقول بالحرف الواحد أنا مش هتنازل عن أي جزء من أوكرانيا وبالذات المنطقة الجنوبية مش هتنازل عنها الأحد أو من اللي قالك تتنازل يا بيضة مين ساعدتك بس معناش حد قال إنك أنت تتنازل أنت اللي قلت ما حدش قال تاني معنى ذلك إنه هناك ضغوط بتمارس عليه بشكل قوي إنه هو يتنازل عن جزء من الأراضي الأوكرانية للدب الروسي عشان نفضها سيرة نقول لك يا أكتر من كده عم زيلينيسكي زيلينيسكي عايش في الدور شفتوا حضراتكم كان فيه فيلم لذيذ أول عبد الحلم حافظ وعبد السلام النبولسي عبد الحلم حافظ كان بيغني وعمه كان منعه من الغنى فغنى فجي عمه دخل فقال من اللي بيغني فعبد الحلم حافظ قال ده عبد السلام النبولسي فعبد السلام النبولسي تصور إنه صوته حلو فالناس اتبسطت من صوت عبد الحلم اللي تصوروا إنه هو عبد السلام النبولسي فبدأوا يستضيفوا عبد السلام النبولسي في بعض الحفلات على أساس إنه هو يغني فكان عبد الحلم حافظ بيغني في الدرة وعبد السلام النبولسي يظهر قدام الميكروفون فجاء عبدالحام حافظ قال له يا أخ مفروض أنك إنت تتوقف بقى ونقول لهم الحقيقة قال أنت مدى مدى مني عشان صوتي حلو يا ابن أنت صدقت نفسك يا بابا أنا اللي بغنمه مش أنت هي دي نفس المسألة حضراتكم حضراتكم أردع فنان أنت ملكش في السياسة جابوه في سبيل أنه هم ينفزوا أجندة فوجئ النهاردة بيقول لن أتنازل عن أي جزء من أوكرانيا ولن نتنازل عن الجزء الجنوبي من أوكرانيا لأحد مين اللي قال لك فلادمر بوتين ما طلبش كده فلادمر بوتين طلب عدة شروط بسيطة أمن روسيا أوكرانيا ممنوع تنضم الحل في شمال الأطلسي بعد ذلك نتفاهم ومش هتنازل عن ذلك بس مين اللي ضغط عليك يا بيضة في سبيل أنك إنت تتنازل عن جزء من الأراضي هم البهوات اللي ورطوه هي دي مع حضراتكم الصفقة اللي قلت الحضراتكم عليها في حلقة سابقة قبل كده بالحرف الواحد لما زعماء وقيادات فرنسا وإيطاليا وألمانيا راحوا أوكرانيا بعض الناس قالوا أنت بتقول إن روسيا انتصرت إذا كان أساساً قيادات أوروبا المركزية وصلت لحد أوكرانيا عشان يدعموه قلت بالحرف الواحد وردت على الزملاء والمتابعين لا هناك صفقة سرية قذرة تدبر في الخفاء بمقتضاها أن أوكرانيا تتنازل عن جزء من أراضيها أو ينضغط على زيلينيسكي في سبيل يتم تنفيذ شروط الدب الروسي أنا بقول صفقة قذرة يعني من منطلق فكر زيلينيسكي أن تعرض عليه هذه الصفقة القذرة لكن هي الصفقة في سبيل إنقاذ أوروبا وأمريكا بالإضافة إلى وقف هذه الحرب لأن هم بيخسروا يوم من بعد يوم البي وهو بيتكلم النهاردة اتلحص في دماغه إلى درجة أنه هو تنرفس جدا وقال مش حتنازل تعالوا شوفوا حضراتكم المنشتات عشان تكشفوا اللعب اللي بيتم بالإضافة إلى تصرحات أخرى زيلينيسكي لأنه تنازل عن أراضي الجنوب لأحد طيب مين اللي قال لك تتنازل قولوا انتوا بقى ستولنبيرج اللي هو من عام حلف شمال الأطلسي روسيا تهديد أمن للناتو في عقيدة الحلف الجديدة يعني فيه توجهات لحلف شمال الأطلسي الأيام اللي جاية إن روسيا هتعتبر هي التهديد في مواجهتنا طبعا بعد ما الدب الروسي أثبت فاعلية وحقق انتصارات كبرى قدروف اللي هو رئيس الشيشان أعلن أن الإعلام الأوكراني بيتجاهل نجاحات القوات الروسية إرضاءا للغرب تعالوا بقى شوفوا التفاصيل الثانية دي بعيدا بقى عن زيلينيسكي وإن هو كشف السطر من غير ما يحس بعمله عن الصفقة أو المباحثات التي تتم أسفل الأرض اللي مختضاها لازم يتنازل عن جزء من أرض أوكرانيا للدب الروسي عشان يفضوها سيرة الأمين العام للناتو بيقول أن روسيا تعتبر تهديد أمني في عقيدة الحلف الجديد اللي هيعتزم الحلف اللي هو حلف شمال الأطلسي تبنيها في قمة مدريد أواخر الشهر القادم وسنعلن أن روسيا لم تعد شريكا للحلف إنما تشكل تهديد لأمننا وسلامنا واستقرارنا وسوف يشار إلى أن الصين في العقيدة الجديدة باعتبار أن هي تمثل تحدي المصالحنا وقيامنا وأمننا ليه حضرتكم؟ لأن روسيا نجحت في أن هي تتصدل كل أعضاء حلف شمال الأطلسي وما كانوش متوقعين كده ده أنت أثبت أنك أنت خطر ده أنت أثبت أساسا أنك أنت بتهدد القواعد بتاعتنا فكر أنا عاوز أقول له حضرتكم ما هي روسيا دولة نووية وهناك من أعضاء حلف شمال الأطلسي 3-4-5 دول قوة نووية ومن ثم أنت خايف من إيه؟ الفكر يا سادة العقلية القرارات طريقة الإدارة هما مش كانوا بيقولوا أن فلادمير بوتين عيان وبناء عليه هو بيهبل في كل قراراته كانوا بيقولوا كده في البداية دلوقتي حضرتكم حلف شمال الأطلسي انفجر وخرج اللجواء ما أنت عاوز تعرف واحد لحظة الغضب شوف تصرفاته وإدارته للأزمة إزاي؟ لو كان بيحبك مش هيغلط لو كان عاوزك مش هيغلط إنما لو كان مبقؤ منك ومصاحبك على أساس إنك أنت أحسن منه في الحالة دية هينفجر في لحظات الغضب هتعرف حقيقته إيه؟ الرجل انفجر بصهم في العقيدة الجديدة روسيا بنت ستين في تسعين وأرفتنا وهي دي التهديد لأمننا بالإضافة إلى الصين كمان خذ الست دية الصين كمان أساساً تمثل تهديد بالنسبة لنا دية في الشريعة وفي القواعد وفي الاستراتيجية بتاعة حلف شمال الأطلسي عنده حق على فكرة عنده حق شوفوا التغيرات اللي بتحصل على مستوى منطقة الشرق الأوسط وعلى مستوى العالم أساساً رايحة فيه اللي اتجاه كله ناحية روسيا اللي اتجاه كله صين روسيا منطقة عربية منطقة شرق الأوسط كلها بتلمى على بعضيها في مواجهة الكتلة الغربية الناس فعلاً بدأت تخاف شوفوا التصرحات بتاعة رئيس جمهورية الشيشان رمضان قد رفو هو بيقول إن وسائل الإعلام الأوكرانية بتخفي ما يحدث على أرض الواقع حيث حققت القوات الروسية انتصارات كاسحة على أوكرانيا لكن فلادمير زيلانيسكي بيحاول يخفي الحقيقة دية في سبيل إن هو يظهر نفسه إن هو قوي قدام شعبه وقدام حلف شمال الأطلسي انت بتكذب على مين الأقمار الصناعية جايبات انت ملقوط فانت بتكذب على مين ورغم ذلك التصريحات بتاعة رئيس جمهورية الشيشان بيكشف طبعاً السطارة عما يحدث في أرض الواقع وبالتالي عنده حقق من عام حلف شمال الأطلس إن هو يقول في الاستراتيجية الجديدة بتاعة حلف شمال الأطلسي الأخين دولي اللي قاعدوا جنبه بعض لادمير بوتين وشي جينبين اللي هو رئيس الصين دول في الاستراتيجية الجديدة دول أعداءنا دول خصومنا دول التهديد الحقيقي الأمننا طب كنتوا فين من زمان ما قلتوش الكلام ده ليه هم ما كانوش يعرفوا ما سوف يحدث في هذه الأزمة هذه الأزمة أثبتت إن حلف شمال الأطلسي تلاتين دولة يسهل جداً الانتصار عليهم يسهل جداً هزمتهم وليس أدل على ذلك من الهزمة العسكرية ما هو فلادمير بوتين حضرتكم ما بيحاربش أوكرانيا ده بيحارب تلاتين دولة على المستوى العسكري انتصر مش كده وبس على المستوى الاقتصادي انتصر على مستوى الغذاء انتصر على مستوى النظام العالمي الجديد انتصر على مستوى التكتلات التي اقتربت من روسيا والصين اكثر من زي قبل حقق نتائج ايجابية يبقى عندهم حق انه هما يتبقوا وينفجروا اراكم على خير موسيقى موسيقى اشتركوا في القناة